والجديدة النهاردة أن وزير التموين الدكتور علي المصلحي بيتكلم على توفير البنك المركزي لمائة مليون دولار للسلع الاستراتيجية وخاصة الزيت والألبان أو الزيوت والألبان خلاص خصص البنك المركزي هذا الرقم علشان يكون عندنا المخزون الاستراتيجي الكافي من مختلف السلع اتكلم الوزير على السكر اتكلم الوزير على الرز اتكلم الوزير على الزيت على مختلف الحقيقة السلع ازاي بيتم التعامل معيها وعندنا متوفر مخزون يكفينا المدة قدية يعني على سبيل المثال الأمح متوفر عندنا مخزون أو احتياطي استراتيجي يكفينا لمدة ثلاث شهور ونص لكن في نفس الوقت في حاليا دراسات بتقوم بيها الوزارة علشان توصل لسعر عادل لتوريد الأمح طبعا بالتعامل مع المزارع أو الفلاح المصر يكون سعر زي ما قلنا عادل يخلي الفلاح يلتزم بفكرة التوريد والدولة تضمن وفرة هذه السلعة بشكل كافي والسعر هيكون بيعلن خلال الأسبوع اللي جاي للمزارعين وكل الدوابط والقصة دي اللي هي علاقة بالأمح هتعلن الأسبوع اللي جاي اتكلم أيضا الوزير عن الزيت بكفينا الاحتياطي المتوفر لمدة خمس شهور والسكر لمدة ست شهور لكن اتكلم على أزمة السكر وقال وأكد أن الأزمة عندنا هي أزمة توزيع ولكن أشار لفكرة الصناعة والمصانع وأن احنا المفروض في موسم في البنجر والمفروض بيتم توريد المحصول للمصانع علشان تنتج السكر فقال الفترة الحالية في مصانع خلاص بدأت في استلام المحصول وبقيت المصانع هتستلم المحصول تباعا وللفترة اللي جاية هيكون في وفرة في السكر وهتكون يعني بتكفي لفترة كبيرة يعني الأسبوع الثالث من مارس هتكون كل المصانع خلاص اشتغلت بكل طاقتها وبالتالي هيكون إتاحة للسكر خلال الفترة المقبلة هيتم ضخ كميات كبيرة كلام أيضا عن الرز إن فيه عندنا اكتفاء ذاتي نحن مكتفين هذه الفترة وأسعار الرز من 27 ل32 جنيه ومستمرين في قرار حظر تصدير الرز فإذن دي تصريحات الوزير ودي الخطة اللي احنا ماشيين عليها نحن لازم عندنا السلع الأساسية والاستراتيجية بنأمن منها مخزون يكفينا لعدة شهور ترجمة نانسي قنقر